اشتركوا في القناة اليوم مبعوث صاحب السمو أمير دولة الكويت معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وصعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد زياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة كان لها عظيم الأثر في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات منوها سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت منوها سموه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين ومواطنيها ويعود بالخير والنمى